مع كل موسم استياف تعود للواجهة مشاكل جم تقف أمام السياح الجزائريين خلال توجه من الجارة الشرقية تونس ولعل أهم مطلب يرفع هؤلاء السياح إلغاء الضريبة على السيارات المقدرة بـ 30 دينار تونسي ما يعادل 2000 دينار جزائري التي فرضتها السلطات التونسية على كل مركبات أجنبية تدخل الطرابة التونسي هذا منحة تسمى على دخول وسيلة النقل معنا كل وسيلة نقل تدخل التونس من الحدود تخلص 30 دينار معنا على الوسيلة مش على عدد الركاب هذه الضريبة موجودة موجودة مش كان على كل يدخل معناها التونس من البر حالة من التضمر والاستياء عبر عنها مئات المسافرين الجزائريين عبر المعابر البرية الحدودية المختلفة بسبب الرسوم على المركبات وهو ما أدى إلى غلق هذه المعابر احتجاجا على هذه الإجراءات مطالبين بتدخل السلطات الجزائرية لوضع حد لما وصفوه الابتزاز الذي يتعرضون له من قبل السلطات التونسية دخلنا لتونس طيشنا البصابير انتعنا 13 مباسبور مختصروا 13 مباسبور طيشنا في الأرض وزدنا جيت مروح بمعانساوين حبيا خليلي حكم لشان يزيب ونامش على رجلية زادوا حقروني نائبة برلمانية عن ولاية تبسة تعتبر مطالب الجزائريين مشروعة نتواجد هنا تضامنا مع المحتجين الذين بادروا بمبادرة سلمية بغلق المعبر الحدودي احتجاجا على الإتوات والغرامات المفروضة على الجزائريين دون غيرهم ممن يدخلون الطراب التونسي الشقيق الحركة شبه متوقف بين التونس والجزائري إلى أجل غير مسمى وفي انتظار تحرك السلطات الجزائرية والتونسية يبقى السائح الجزائري يتكبد خسائر لا تعد ولا تحصى في وقت بلغ فيه عدد السياح الجزائريين أرقاما معتبرا ترجمة نانسي قنقر